مرحبا بكم مرة أخرى على قناتي حلقة اليوم تدور حول أربع طرق رائع لمساعدتك على التخلص من الإجهاد والتوتر السبب الرئيسي وراء التخلص من التوتر هو أن تنظر إلى نفسك وإلى المشكلة من زاوية أخرى حتى تكون لديك فكرة واضحة عن وضعك وتتمكن بالتالي من الحصول على حلول أفضل كلما تمكنت من القيام بذلك بشكل أفضل كلما تعافيت أسرع وأصبحت مستعدا لمواجهة التحديات الجديدة اليوم سأشاركك بعض الطرق المهمة لمساعدتك على التخلص من التوتر أولاً دون كل شيء يمكن أن يكون الاحتفاظ بمدونة بمتابة طريقة لإعطاء مشاعرك منفذاً لا متيلة له المدونة هو المكان الذي يمكن أن تكتب فيه أعمق أفكارك دون خوف من الحكم عليك أو اللوم أو تكون بحاجة إلى تبرير تتيح لك المدونات أن تكون على حقيقتك وأن تكون مكاناً يمكن من خلاله أن تسافر بعواطفك برفق وتعاطف وفهم عميق سوف تتخلص من كل ما يعذب عقلك وتضعه على الورق سيعطيك هذا نظرة خارجية حول كيفية تغيير أو حل المشاكل وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من الإجهاد غالباً ما ينظر إلى الهوايات على أنها أنشطة للأشخاص الذين يعيشون حياة هادئة ومريحة ومع ذلك قد يحتاج الأشخاص ذو الحياة المزدحمة والمرهقة إلى هوايات أكثر من الشخص العادي حيث سيستفيدون بشكل كبير من ممارسة هواياتهم تجلب الهوايات العديد من الفوائد التي عادة ما تستحق أكثر من الوقت الذي نقضي في ممارستها لذا اقضي ما لا يقل عن ساعة إلى ساعتين يومياً في الأمور التي تحب القيام بها عندما قدمت استقالتي من وظيفتي لبدء عملي الخاص واجهت الكثير من الضغط من الناس المحيطين بي من الناس الذين حاولوا أن يحذروني بأنني أقوم باتخاذ قرار خاطئ وأن العمل الآمن هو دائماً أفضل حل ولا ينبغي أن أجازف به من أجل حلم سخيف كنت متوترة جداً لدرجة أنني بدأت في فقدان شعري وفقدان وزني وبدأت أعاني من قلة النوم كان الأمر صعباً بالنسبة إلي حتى نصحني أحدهم بالبدء في ممارسة الرياضة ثم تغير كل شيء بالنسبة إلي ممارسة الرياضة هي واحدة من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لمكافحة التوتر والضغوطات قد يبدو الأمر متناقذاً لكن الإجهاد البدني من خلال التمرين يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط النفسي وتكون الفوائد أقوى عندما تمارس الرياضة بانتظام الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام هم أقل عرضاً للقلق من أولئك الذين لا يمارسونها من الصعب أن تشعر بالقلق عندما تضحك هذا مفيد لصحتك وهناك بعض الطرق التي قد تساعد في تخفيف التوتر الضحك يجلب المزيد من الأكسجين إلى الجسم والأعضاء يحفزك ويخفف استجابة التوتر لديك يخفف التوتر عن طريق استرخاء العضلات وعلى المدى الطويل يمكن أن يساعد الضحك أيضاً على تحسين نظام المناعة وتحسين المزاج شاهد برنامجاً تلفزيونياً مضحكاً أو أطفالاً على يوتيوب وشارك الأصدقاء المرحيين أو أفضل حاول الضحك على مشكلاتك إذا أعجبك الموضوع لا تبخل علينا بالضغط على لايك شاركه مع أصدقائك وانضم لي عبر اشتراكك في قناتي ليصلك كل جديد يومياً شكراً للمشاهدة